أهلا بكم في قناتنا تعلم وعرف معلومة لماذا الهدهد من الطيور التي ذكرت في القرآن الهدهد لا يتزوج إلا مرة واحدة حتى بعد وفاة زوجته ويطلب الزواج بتقديم ورقة أو حشرة أو دودة في منقاره وهو ناشر عرفه وهو تاج جميل ويقدم الطعام كمهر لمن يتقدم لها لإرضائها فإن قبلتها بمنقارها فهذا يعني القبول ثم يأخذها للعش الذي بناه لها هو غالبا ثقب في شيرة فإن قبلت العش يتم الزواج وتبيض الزوجة من خمس إلى سبع بيضات وبعد الفقص يتناوب الزوجان لإطعام الصغار هو زوج وفي إن وجد مكان فيه طعام أو ماء صح على زوجته فلا يقرب الطعام إلا معها وإن غابت ظل يطيل بحثا عنها وهو يصيح وإن ماتت يظل كلما تذكرها يصيح ويذهب للأماكن التي كانوا يطيرون لها سويا ويصيح متذكرا زكرياته الجميل الهدهد ستسطوله من قار لسهولة البحث عن الديدن والحشرات في الأرض الهدهد له حاسة لا توجد عند غيره فهو يستشعر وجود الماء في باطن الأرض كان نبي الله سليمان عليه السلام يعتمد عليه كدليل للبحث عن الماء في قاعر الأرض فإن دله على الماء فكان يأمر الجن بالحفر فيجد الماء فهو من أسمائه المعاصرة مهندس الماء ويستطيع الهدهد قطع مسافة طويلة من طيران تصل حوالي إلى آلاف الكيلومترات دون تعب أو عطش أو جوع بحيث أنه يقدر على الطيران من دولة إلى أخرى ولهذا أعطاه القرآن الكريم دليلا فقد جئتك من سبأ بنبأ يقين يستطيع الهدهد قطع مسافة طويلة من طيران تصل إلى آلاف الكيلومترات دون تعب أو عطش أو جوع بحيث أنه يقدر على الطيران من دولة أولى أخرى ولهذا أعطاه القرآن الكريم دليلا سافر به من مدينة سبأ في اليمن إلى فلسطين فقد جئتك من سبأ بنبأ يقين وقصته مع نبي الله سليمان عليه السلام شهد الهدهد في مواقف كثيرة وهو ينصط دون صياح عند الآزان أو الصلاة أو تلاوة القرآن حرم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قتله لما فيه من أسرار لا يعلمها إلا الله أشكركم ولا تنسوا الاشترا